موسيقى السلام عليكم ورحمة الله معكم دكتور سالي عبد العزيز في منهج سيمي كوندكتور أوف مايكرو إلكترونيكس المفروض ان احنا بناخد الجزء العملي فيه هناخد دلوقتي تجربة الهال افكت أو تأثير هال هال دو تعلم ألماني واكتشف ظاهرة بتحدث فيه السيمي كوندكتور عازين الهدف من التجربة ان انا اعمل انفزتيجيشن او ان انا اكتشف ايه هو الهال افكت او ايه هو الهال بولتج اللي بيحدث فيه السيمي كوندكتور لو انا عندي ان الطائب سيمي كوندكتور المفروض ان اي مادة سواء كانت ان طائب او بي طائب فهي متعدلة كهربية بمعنى ان تركيز الشحنات فيها متوزع هوموجينيس او بالتساوي فلو انا بتكلم على ان طائب يبقى معنى كده ان المجارة تشارج كارييرز هي الالكترونز ودي مينوفارملي ديستربيوشن داخل ديستربيوشن داخل المادة فبالتالي الكنسنتريشن بتاعها في اي منطقة سابت لو انا جبت فلتاميتر وبدأ تقيس فرق الجهد بين اي سطحين متقابلين هلاقي ان البوتنشل ديفرنس بتاعي او فرق الجهد اكوال زيرو مفيش اي فرق في الجهد طب هل هيعمل اي بقى هيجي اثر على الاكسترانسك سيمي كوندكتور ده سواء كان ان طائب او بي طائب احنا نتكلم على الان طائب سيمي كوندكتور هيبتدي يأثر عليه بمجالين الاكتريك فيلد وماجناتك فيلد بشرط ان الاثنين دولار بربنديكولر تو ايتش اثر يعني عاملين زاوية تسعين درجة انا عارفة من قاعدة شليمينج لليد اليسرى ان الاكتريك فيلد بيكون في اتجاه الوسطى الماجناتك فيلد في تجاه السبابة فبتنشأ عندي الفورس في اتجاه الابهام تعال نطبق القاعدة دي هنا فين ادي الالكتريك فيلد الماجناتك فيلد الاسفل يبقى الفورس عمودية للداخل ادي الاف او الفورس اللي نشأت عندي الفورس اللي نشأت دي هتأثر على الفريد شارج كارييرز اللي موجودة اللي هي في حالتنا دي عبارة عن الالكترونز فتقدق تعمل ديفيوجن في اتجاهها يعني هتاخد الالكترونات وتحرك بيها في اتجاهها لان الظهر بتاع السامبل او العينة اللي عندي حصل عليه تركيز اعلى من الالكترونز وفي المقابل السطح المقابل اللي اي او اللي قدامي ده الالكترونز مشيت وصابت مكانها فاحنا قلنا ان دايما الالكترونز ما بيمشي بيسيب مكانه فاضي المكان الفاضي ده بنسميه هول يعني السطح ده اصبح فاضي من الشحنة ومحتاج الالكترونات عشان يحصلوا حالة من الساتيوريشن اصبح دلوقتي اتكون عندي فرق في الجهد بين التو بليت سدولت اصبح بليت علي شحنة سالبة اللي هي الالكترونات نتيجة انها تزاحت في اتجاه الفورس والسطح المقابلية فاضي من الشحنة او بقول على ان هو هولز فبالفرق الجهد ما بين التو سايدز دولت بتوع الكريستال ده اللي انا بسميه الهالف والتج او الفي اتش خلي بالك ده يختلف تماما عن فرق الجهد العادي اللي احنا عارفينه فرق الجهد العادي بيكون فين لو انا بتكلم ادي الالكتريك فيلد بيمر يبقى الطيار بيمر معاه وفرق الجهد موجود بين الطرفين دول لا ده الالكتريك فيلد فيه اتجاه المجنيت فيلد عمودي عليه فرق الجهد النشق فيه الاتجاه التالت علمو بتعمد على الإلكتريك فيل ده المجنيت فيلد في اتجاه الفورس اللي نشقت عندي تمام كده انا عايز اشوف دلوقتي الز Para스터 ذاو الزبisters اللي بتأسره علي ال V H ال V H او الهالف والتجي دوت مين الي أنشقو الفورس الفورس د partes جه من ايه من الالكتريك فيلد و المجنيتك فيلد يبقى الهدف من التجربه ان انا اعيزه اشوف تأسير الالكتريك فيلد على الفولتج كل ما بزود الالكتريك فيلد سترنز الهالف وولتج هيزيد ولا يقل وكذلك الماجنتيك فيلد سترنز وتأسيرها على الهالف وولتج بس انتفق مادام فيه 2 بيتأثروا مع بعض بيتغيروا مع بعض بيبقى لازم باثبت واحد وبغير التاني فلما اجي اشوف الافكت اف الاولتش فيلد على الهالف والتج لازم اتكون سنت ماجنيتك فيلد ونفس الكلام لما اجي اشوف الافكت اف ماجنيتك فيلد على الهالف والتج لازم اثبت الالكترgg فيلد التجربة ببساطة انا عندي ان طيب سيمي كوندكتور هبتدي اقثر عليها بيه الكترغ فيلد الالكترغ فيلد يعني ايه باور سابلاي و لو انا عايزه اتدي اتحكم في فرق الجهد بين طرفين العين عشان اتحكم فيه شد الطيار اللي بيمر فيها او الكارنت اللي بيمر فيها هنسميه الاي اي يعني الطيار بتحكم فيه الالكتريك فيلد فهستخدمه متغير او ان انا بيستخدم معه ريستات اي ان كان الاثنين مفيش اي مشكله عايزه ايس الطيار اللي بيمر هنحط على التوالي اميتر طيب عايزه اثر بربنديكولر بمجنيتك فيلد ايه اللي ديني خطوط فاد متوازيه الكويل تمام يبقى انا هجيب ملف او كويل وابتدي امرر فيه طيار وعايزه اتحكم في شدة الطيار يبقى انا هستخدم هنا باريابل باور سابلاي او ان انا بحط معه ريستات تبتدي ازود فرق الجهد لبين طرفين الملف فبتغير شدة الطيار وبالتالي الماجنيتك فيلد سترانس هيتغير معي فانيجي بقى في الجزء الاول من التجربه هبتدي ازود الالكتريك فيلد واشوف الهالف والتج الالكتريك فيلد سترانس هزوده عن طريق ان انا ازود الكارنت من خلال الباور سابلاي يبقى ابتدي ازود الاي اي واشوف الفي اتش لما نيجي نرسم العلاقهما بين الاي اي اي لاتم او 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 ا انا في الحالة دي هبتدي ازود المجنيتك فيلد عن طريق انا ازود شدة الطيار اللي بيمر في الملف لما ازود شدة الطيار اللي بيمر في الملف يبقى هزود المجنيتك فيلد سترانس زودت المجنيتك فيلد سترانس يبقى زودت الفورس يبقى بالتالي هعمل ديفيوجن اكبر لي عدد من الالكترونات يبقى كل ما بزود المجنيتك فيلد وبنعبر عنها بيه المجنيتك بالكرنت اللي بيمر فيه الكويل هلاقي ان الهالف فولتج معي بيزيد بالمنظر ده يعني العلاقة directly proportional ما بين المجنيتك فيلد سترانس والذي هالف فولتج طيب اني تأثيرهم اعلى هنلاقي ان تأثير الالكتريك فيلد اعلى من تأثير المجنيتك فيلد يعني انا لما بأثر بيه طيار مباشر داخل السامبل هلاقي ان الهالف فولتج بيزيد معي جامد جدا ولكن تأثير المجنيتك فيلد بيكون اضعف بكتير من تأثير الالكتريك فيلد على الهالف فولتج تمام كده ده كده الجزء النظري هنشوف مع بعض الجزء العملي هنشوف دلوقتي الشق العملي لي الهالف فولتج احنا عندنا ان تايب جيرمانيان المفروض ان انا دلوقتي اأثر عليها بيهالكتريك فيلد ومجنيتك فيلد والاثنين بربينديكلار تو اتش ازار السامبل اللي موجوده قدامنا ليها الطرفين اللي هما الاحمر والازرق دولت عشان اوصلهم بالباور سابلاي يبقى واخده طرف على الباور سابلاي ومن الباور سابلاي عشان ايس الاميتر الكارنت اوصلها مع الاميتر ومن الاميتر افلا مع الترميل التاني او الطرف التاني الان طيب جيرمانيام اللي احنا عايزين ايس الهالف فولتج فيها طيب وفي الاتجاه العمودي على اتجاه الالكتريك فيلد فيه تو ترميلز اللي لونهم اصفر واسود دولت متخدين هنا مباشرة على فولتاميتر هيقسلي الهالف فولتج او الجهد الناشئ من الهالف فكت طب عايزة دلوقتي اثر عليها بالمجنيتك فيلد قلنا المجنيتك فيلد هنجيبه ازاي هيكون عندي كويل او ملف والملف دوت همرر فيه طيار فقادي الطرفين بتوع الملف واخده طرف على الباور سابلاي ده ومن الباور سابلاي على اميتر يبقى ده الاميتر اللي بيقسلي الكارنت اللي بيمر فيه الملف او الاي بي ومن الاميتر افلا على الطرف التاني للملف يبقى اصبح دلوقتي انا عندي هنا الكارنت اللي بيمر في الكويل هو الاي بي الكارنت اللي بيمر فيه السامبل ديريكت اللي هو الاي اي وعندي الهالف فولتج او الفي اتشو ده اللي انا عايزة حسبه في الجزء الاول قلنا ان انا هبتدي اصبت الماجنتيك فيلت عند قيمة سابتة وده عن طريق ان انا بسبت الكارنت اللي بيمر فيه الملف فانا هسبت الكارنت اللي بيمر فيه الملف عند قيمة وليكن 0.3 ميلي امبير وهبتدي دلوقتي او 0.3 امبير وهبتدي دلوقتي ازود الكارنت اللي بيمر ديريكت اللي هو الالكتريك فيلد واشوف الفي اتش من خلال الباور سبلاي اللي قدامنا هبتدي ازود كل اتنين من عشرة وابتدي اشوف الفي اتش هلاقي ان انا كل ما ببتدي ازود اهو اتنين من عشرة اربع من عشرة ستة من عشرة كل ما بزود الالكتريك فيلد سترانس كل ما هلاقي ان الهال افكت او الهال فولتج بيزيد معي يبقى فعلا علاقة ديريكتري بربورشنال ما بين الالكتريك فيلد سترانس و الهال فولتج وكده ده يبقى الجزء العملي بتاع التجربة شكرا اشتركوا في القناة